دكتور علي عوه أنا هبدأ الأول بتوافر الأصناف ثم الاستقرار نبدأ منين؟ كيف أضمن توافر كل أصناف الدواء مقاشش الصيدلية ويتقلي مفيش أصله نقص تمام أولا هو الدواء سلعة استراتيجية وهي أمن قومي وليها بعض اجتماعي والبعض الاجتماعي ده مهم جدا في منظومة الدواء الدواء مسعار جابريان واحدة من ثلاث سلعة تسعار جابري إحنا نديرها في مصر حوالي 17 ألف دواء متداولة الأدواء اللي موجودة في مصر معظمها المتداولة هي عبارة عن أدوية مهاش ابتكرات جديدة هي أدوية أساسا موجودة في كل دول العالم وشائعة وتصنعها مهواش صعب وفي أكتر من شركة بتنتجوا إحنا في مصر بنتعامل مع الدواء بمنظومين منظوم تأمين صحي ووزارة الصحة ومستشفات عشكريات شراء موحد يعني الشراء الموحد بياخد بالاسم العلي الأفضل سعر لأن كل الأدواء كلها بنفس الجودة مفيش حاجة يسمعها دواء نفس الجودة نفس الفعالية كل حاجة بنفس فهنا بنشوف عامل السعر هو اللي بيفرق في الأخير نمسك في القطاع الخاص الأطباء بيبقوا موجودين في المستشفات الحكومية ووزارة الصحة بيكتبوا بالاسم العلمي ونتائج زي الفل ومفيش أي مشكلة ومفيش اعتراض على هو بيبقاش عارف أنهي الشركة اللي موجودة في العيدات الخاصة الزملاء بشركات شطرة بتكتهد بتزور بتحفظ الاسم التجاري بيبدأ الطبيب يصخ في الاسم التجاري أو شركة معاناة يبدأ يكتبوا كده بالاسم التجاري يحصل نقص العالم كله إحنا في مصر بنشتغل على منظومة التسجيل والتداول الأوروبي أو الأمريكي في تسجيل الدواء في مصر دي مرجعيتنا مفيش حاجة أسمع دول الدول غير مرجعية لو فيه دواء فيها مش موجود في الدول المرجعية إحنا في مصر لا نعترف بي بنيجي بقى في موضوع تناول الدواء في أوروبا وأمريكا ويمكن حالك شفت بره أنك الرشدة ما فيش يا دواء برشدة يا ما فيش دواء ما حدش هي خلاص بره بيوصل طريقة الصرف أنه هو بيدي عنده عبوة بياخد منها كم أرس ويعبي ويكتب الاستخدام بيدياني في الأبوبة البلاستيك البرتقال آآ Ohh آآ وإحنا أصل أن يعني عندنا في مصر آآ آآ آآآ خلاص أو حجم التداول شريط شريط خلاص وإحنا لا نحبز بأنه أبوة وبيتك تتعامل لا هي الشريط يطلع مقفولة وهي تدوى مسعارة بالشريط. طيب برة الطبيب بيكتب اسمه علمي والصيدلي بيصرف المتاح عنده. مفيش ازمة تذكر بانك انت بتحس. لان الادوية كلها شبه بعض. انا النهاردة في مصر لو عندي عدد من اصناف مقصر. فيمسم معها لانها الاشهر تجاريا والاكثر انتشارا والاكثر ما بيعني. طب هزي الاصناف اللي هي ليها اه نقصة. هل ليها متائر وبدال لانها ماشي. الاصناف اللي نقصة يعني فكرة ما هيش عجبة. مش حاجة يعني مميزة فيها سحرة. مش اختراع جديد. مش اختراع جديد يعني. ده ده ادوية زيها زي ادوية تانية موجودة. ولكن فيه اصناف اكثر شهرة. واكثر دعاية. فبيبقى مثلا معها اكتر. خلاص. لما يبقى عني انا جوا مصر. اكتر خمس اصناف بيبيعوا. اه واحد منهم بتاع براستامول براستامول من اكتر. براستامول ده الاسم العلبي. له على مستوى العالم. خلاص. فمصر بيعتبر واحد من اكبر خمسة بيبيعوا. طب انت النهار ده الاغلى. طب انت اصلا في حاجات براستامول تانية لشركات مصرية وطنية. نفس الجودة والنفس الفعالية. ونص سعر فيه اوه. فلو نقص يسمع. فلا انا محتاج النهار ده يبقى فيه وعد. انا عادة اقدر وله السيدالي. السيدالي يريده كبير دور كبير في انه هو التوعية. انا مع حضرتك موضوع كنا عملنا حلقة على قصة دول غدة. نقص الغدة. بلد كلها والفيسبوك اتقلب على دول غدة. نقص. ونستقول لك اصل الناس هتنوش اصل. وقتها لما بقى فيه وعي علامي. ان فيه مثائل وبدائل مصرية. خلاص. بدأت الناس تتجه الى المثائل والبدائل المصرية. النهار ده الدول الاجنابي موجود. محش بيسأل عليه. بقى فيه وعي. وفيه توجيه سليم. الدول مصري نص تكلفة الاجنابي. وبالتالي انا كمواطن بستفيد بفرق السعر لي في حاجة تاني. دي قصة. قصة ان انا اردوية كلها نفس الجودة ونفس الفعالية. بفيش حاجة اسمها دواء نص نص. او المادة الفعالة احنا بل. لا بناخد منها حتة. ايوه. بفيش الكلام ده حضرتك. مش موجود في الصناعة. وهيئة الدواء لا تسمح. بانها بينزل دواء غير مطابق الوصف. ده كلام حلوة.